الكابتن حسين لبيب مهموم بفرقة الكورة ومنجاحات ها وا 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 بقى شفت بوست لدرجة ان انا الكابتن احمد سليمان لدرجة ان انا عادت اتأكد هو البوست ده صحة ولا غلط الكابتن احمد سليمان مع الكابتن حسين السيد هم مشرفين على الكورة في الزمالك بس شفت بقى ايه كابتن احمد سليمان بقى متفرغ للكتابة عالسوشيال ميديا معرفش هل ده فاضة مثلا هل ده احساس بالعظمة بعد الفوق مش عارف يعني مش عارف وانا مستغرب ومش طبعه لكن انا هقرى لكم البوست واعلق عليه طبعا مقدرش افوته قالك بوست يا سيد ازاي عايزين توبوا او صياء على نادي الزمالك وانتم اصلا مغردين اداء الجملة هو مين يعرف يجاوب على الاسئلة دي ايه مصلحة الاعلامي شو بقى الدرس اللي بيديلي الاعلاميين يعني الكابتن احمد سليمان ايه مصلحة الاعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة الجزاء مش صحيحة رغم ان الدنيا كلها قالت صحيح تبارك للزمالك ولا تشكك في فوزه وايه مصلحة الاعلامي اللي رايح يشكك في هدف الزمالك التاني وايه مصلحة الاعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك ارحمونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها الزمالك كبير بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم عاش الزمالك رغم انف الكارهين طبعا بقت فيه موضة دلوقتي احشر كلمة الجماهير في البوست بتاعك الجماهير تاخده وتقعد تجري به وتطير به عن سوشيال ميديا وتبقى ترند وتبقى انت البطل الهمام اللي مكسر الدنيا وخلاص يعني بقت حاجة موضة كده يعني انا لو عايز اطلع ترند اقوم حشر الجماهير في كلمتين وجمهورية بسط جدا ويطلع عن ترند بس انا كابتان احمد سليمان هحلل الكلام اللي هو بيقوله لانه هو دخل في درس اعلامي للاعلاميين بدينا درس يعني وهو يقصد كلمة بروز ابنه دي يقصد كابتان احمد شبير وهو يعني انه كابتان احمد شبير جاب توفيق السيد كابتان توفيق السيد ومحلل تحكيمه وتكلم ان الفاول ان الجول التاني للزمالك كان فاول على سفل الجزيرة لم يقبل الكابتان احمد سليمان ان يبقى فيه رأي تاني وعلى فكرة الحكم الاسباني مش فاكر اسمه ايه كده عاملوا معين ترفيوز في مواقع وقالك كورة فاول وعلى فكرة بريرا رئيس لاجة الحكام بريرا رئيس لاجة الحكام الرجل البرتغالي قال انه كورة فاول وايه مصلحة الاعلام انه يجيب محلل يقول انه كورة فاول دي مالهاش علاقة بالمصلحة ده انت بتجيب محللين بتختلف القراء طم احنا جبنا ناس في الماتش بتاع الزمالك في السعودية في الكاس اللي شاف انه الجول التاني الاولاني للاهل اوف سايت واللي شافها جول واللي شكك في الفار واللي مشككش في الفار في حاجة اسمها ايه مصلحة الاعلامي لما يجيب حد ويبقى فيه تنوع في القراء طمها في نفس القناة عند كابتان احمد شوبير كابتان احمد الشناوي قال الكورة جول مش كده برضو انا مش فاهم الكابتان احمد سليمان الحشرة يعني انا اتمنى انه هو يركز اكتر مع عبدالله السعيد يركز اكتر يجيب باكليفت للزمالك يركز اكتر في انه هو يبقى اول الدوري يركز اكتر انه مع فرقته انه يخش مش لازم الكابتان حسين اللبيب هو اللي بيدخل ويجيب اللعيبة ويعمل كل حاجة هو الرجل ده هو اللي مشرف مفروض يعني المحد مش عايز يتكلم ويقول تفاصيل لكن هنا بقى انت بقى انت بتتهم الاعلام لما يجيب حد له رأي مختلف معاك يبقى مغرض الله ده كلام يا راجل ده انت ده الاعلام في موضوع الكور اللي استخبت ده انت ما قدرتش تقول تصريح يعني الكابتان احمد سليمان قاعد يلف ويدور ويقول لك طبعا حركة باقي وانتشوف مين اللي عملها ولو لانه فعلا ده حصل حد عقبه حصل ده قدامنا على الشاشة طالما حضرتك كده يعني جامد وتحب الدنيا تبقى جامدة ده انت موقف ما قدرتش تطلع تعترف به وتقول عقوبة او تقول هتعمل ايه مع اللي عمل كده اتحد الكوره هو اللي اخد القرارات والناس تعاملت مع الموضوع بهدوء في القصة دي بتاعته الكور والمشهد اللي كان ده المتقيل ده وده هيصح هيحصل من الزمالك انا عايز اقول لكابتان احمد سليمان انت ماشي في سكة بتاعت عنطر ابن شداد انت بقى عنطر ابن شداد الزمالك ماشي براحتك وخد راحتك يعني بس ده مش سكة ادارة ولا سكة مسئول على نادي او مسئول على فرقة كرة في نادي بحجم الزمالك عايز تشوف الصح بص للكابتان حيسين لبيب بيشتغل ازاي وبينجح ازاي وبيحل العقد والمشاكل ازاي والناس مش حاسة بي لكن فكرة اللي انا ادخل بسدري دي وتتكلم على الاعلام وده ازاي ويجيبوا ويشككوا في فوز الزمالك ومين شككوا في فوز الزمالك وانت ما تجيب حد يقول لك كرة دي فهي طم هو توفيق السيد نفسه نفسه اللي اثار ان كريم ندفد كان لازم يضطرد في الدياعة ستة وعشرين مش معنى ما خدتش بالك من دي وهو لعب الاهل كريم ندفد وقال لك ان ده يؤثر على نتيجة المباراة لانه كان مفروض يضطرد بانزار تاني في الدياعة ستة وعشرين وبالتالي الاهل هي العب عشرة ايه ايه كلمة مصلحة مصلحة ويلي دخل ابن شوبير كل همه يبروز ابن شوبير ايه ده يهو بروز ابنه ده كلام يا راجل يا راجل ترضى حد يتكلم على ابنك والله خصوصا لما يكون متقلق كمان في شغله مصطفى شوبير مصطفى شوبير نضم للمنتخد عشان خاطر ابو مصطفى شوبير شال الاهل اربعة متشاطة اربعة عادة في افريقيا مجاش في جول عشان خاطر ابو الفرق التانية يعني كان بتجامل ابو مصطفى شوبير بسافر مع الاهل الكونغي العم مازمبي المطشر خامس عالتولي في افريقيا عشان خاطر ابو يعني يا احمد سليمان بصراحة تخبيط وكلام هو يعني هو الوقت انا عارف انه ممتاشي ليه عشان عالسوش يالبقى الجمهور عماليه يا الله عليك تسلب ايديك ورجليكك بتاني احمد وبتاع انا بقول لك السكة دي سكة غلط السكة اللي انت شغال عليها دي لايق على الزمالك ولا لايق على مكانة الزمالك بالعكس ده لو اميج زي ما بيقول ويده صورة سلبية يعني المسؤولة ما بيبقى راسي كده وراكس كده وعائل وبيعرف ازاي اتخذ قراراته وشغال وهو يعني مش متعنطر ده يليق على نادي الزمالك والنادي الاهل دي عنديها كبيرة والكرسي كرسي كبير والكرسي الكبير لازم يقعد عليه ناس كبار والكبار لما تتكلم مع بعض مش كده يما يخش ناحية تاني وقش كبار ده مش طريقة كلام اللي بتقال ده ده مش طريقة وانا مش عايز اتكلم اكتر من كده لانه في ظل الدغدغة مشاعر الجمهور وان انت تخش تقول كلمتين وانك تطلع ترندو فالناس بها تتعامل ان السوشيا اللي هو الميديا لا احنا لو جبنا من الاول للاخر الميديا بقى وبقول الكابتين احمد سليمان اهو نعرف نجيب من الاول للاخر ومش عايز اقول بقى ايه تفاصيل يعني نقدر نجيب مع الكابتين احمد سليمان من الاول للاخر من الاول للاخر ونكشف من الاول للاخر فانا بقول لك يا كابتين احمد يا عم ما تتعلمش من الاعلاميين ولا مننا ولا الكلام ده وعلى فاكرة الكلام ده بيهزش في الاعلاميين يعني حاجة يعني مالوش ده كلام صغير احنا بنعتبره يعني ده كلام صغير يعني انما اتعلم من حسين لبيب اتعلم من الكابتين حسين لبيب انا راجل شايف ومعجب جدا بطريقة الكابتين حسين لبيب اللي هي بتعتمد على اتخاذ قرارات قوية جدا من غير منظرة ويبقى ليك دور في النجاح وتسيب الناس تقعد تغني تعمل نفسها هي اللي عاملاه وانت بتضحك من بعيد بس الناس عارفة وكشفة من اللي عامل ومن اللي بيتعاقد ومن اللي بيتفق ومن اللي جايب ومن اللي بيقعد ومن اللي بيدعم كل الناس عارفة كل حاجة يعني وسايب للكابتين احمد السوشيال مشي اهو بدل ما يقعد فاضي كابتين حسين لبيب هو اللي بيديره الكورة اهو تشغل بحاجة تشغل بالسوشيال اه كامالي الزمالك بيستهدف محمد بسام موسيقى تشغل بحاجة تشغل بحاجة اشتركوا في القناة